أخذي أيضا بالأسباب غيرها هو وفاء وعهد حتى هذه الهجرة النبوي الشريفة هي أسست لمبدأ العدالة والإنصاف كمان والعدل نستمع معك يا سليمان لوحدة من شهاداتك المميزة أجب المطايا مطايا العزم والهمب إلى الكرام أهيل الفضل والكرم وابدأ بأولهم خير الوجود ومن لأجله خلغ الأقوان زلغدم عجب المطايا مطايا العزم والهمب إلى الكرام أهيل الفضل والكرم وابدأ بأولهم خير الوجود ومن لأجله خلق الأكوان زلغدم وقل محمد وقل محمد يا حب الإله أغيس عبدنا أتاكم يريد العفو زاع شميع أنت الشفيع الذي ترجع مكارمه في كل حال لمن بالحل والحرم ويا أبا بكر الصديق ويا أبا بكر الصديق عصمة من لك التجا في الورى يا خير معتصم يا سيدي عمر الفاروق يا سندي أدرق عبيدا لكم من وحدة الظلم يا تاني أنس ورى الغرآن سيدنا عثمان ياز البهى عثمان ياز البهى والمجد والعظم يا حيدر الكرار من هزمت به جيوش العدى يا صاحب الحرم يا أيها الستة الباغون إنكم أهل الإله بكم نحيا من العدم يا أهل بدر جميعا أنتم سندي يا أهل أحد أغيسوني من النغم أنتم غياس الورى طرّا وكم بكم نيل المراد بلا كرب ولا ألم إني لكم جئت مضطرا ومفتغرا أرجو بكم نشلة من منزل وخمي بحق أحمدا صلى الله خالقنا عليه والآله والأصحاب كلهم والحمد لله حمدا لنصرام له والشكر لله رب العرب والعجم صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم دكتور إسماعيل نيل محور أيضا مهم في هذه الهجرة النبوية الشريفة هو الخروج عن الأرض التي تحب إلى أرض أخرى يعني كثير جدا من الأسر هي تشردت من خلال هذه الرحلة وكانت الرحلة هي لله عز وجل ولي إرثاء كلمة الحق وراية الحق يتكلم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من أحب المكان إليه وهذا بالدليل على أيضا المجاهدة لأسرة ترجمة نانسي قنقر